تطبيقنا النهاردة هو مهم لكل أب وأم لأن الأسف في الفترة الأخيرة انتشرت التطبيقات والألعاب اللي بيستهدف الأطفال وطبعا كانت بتوصلهم من خلال الموبايل فعشان نقدر نعمل كنترول بقى على الموبايل بتاع أولادنا فقدامنا حالين الحال الأولاني أننا نمسك الموبايل وتول ما هم شغالين الموبايل قادر أننا بص كل شوية هم بيعملوا إيه على الموبايل والموضوع ده هيبقى مرهق ومتعب وطبعا يعني أعتقد أنه بقى صعب شوية ولكن الحال الأبسط والأسهل بقى أن نعين رقيب والرقيب ده هيبقى من خلال تطبيقنا النهاردة اللي من خلاله بتقدر تعمل رقابة أبوية على الموبايلات بتاع أولادك من خلاله بتقدر أن تعرف التطبيقات اللي بيخش عليها المواقع اللي بيزوروها كمان من أهم من ده كلهم تقدر تعمل في مكانهم من خلال الجي بي اس تقدر تعرف المكان اللي هم فيه في الوقت الفعلي إن كل ده هنقدر نعمله من خلال تطبيقنا البسيط النهاردة وخلينا من غير الكلام كتير نخش دوقتي ونشوف الخطوات اللي هنقدر ننفذها على الموبايل بتاع أولادنا من خلاله هنعرف كل حاجة عنهم وكمان أهم من ده كله نعرف مكانهم خلينا نتري على طول ونشوف خطواتنا النهاردة السلام عليكم وأهلا بكم مرة تانية من جديد طبعا أول خطوة معنا إن احنا بنتوجه على الموقع اللي من خلاله بنحصل على تطبيقنا النهاردة وان شاء الله سوف لكم الرابط بتاعه موجود في أسفل الفيديو وكمان في أول تعليق مصبت فبنروح على تطبيقنا النهاردة أو الموقع اللي هو موني ماستر طبعا الموقع بتاعنا أو التطبيق بيشتغل على وعلى كمان صفحة الموقع دي تقدر تفتحها من خلال الموبايل يعني مش لازم حتى لو ما عندكش كمبيوتر أو لابتوب تقدر طبعا تفتحها من خلال الموبايل وتتابع برضو من خلال الموبايل فخلينا نروح على أول حاجة بنعملها دلوقتي ان احنا لازم يكون عندنا حساب داخل الموقع فبروح نعمل له طبعا لازم الاول بيكون عندك حساب عن الموقع لان ده من خلاله بتقدر تخش بعد كده تاني مرة على الموقع وتقدر ان انت تتابع من خلال صفحة الداشبورد اللي من خلالها تقدر تعرف كل حاجة عن الموبايل اللي على التطبيق فطبعا هنا بروح نسجل بالأيميل وبالباسورد تقدر تسجل طبعا أي ايميل كده وباسورد بس لازم يكون الأيميل بتاعك شغال واطبعا تقدر توصله لان ده اللي من خلاله بتقدر تخش على الموقع مرة تانية طيب دلوقتي بعد اما املت حساب دلوقتي بيجيلي خطوة رقم اتنين ان انا اختار النظام اللي هشتغل عليه سواء اندرويد ولا ايو اس فانو دلوقتي بقوله هختار دلوقتي الموبايل اللي انا هسبت عليه حاليا هو اندرويد فبختار الاندرويد دلوقتي بقولي اشتري دلوقتي الطبية طبعا الطبية مش مجاني فبقوله باي ناو فبيجيب لي خطة الاسعار اللي موجودة حاليا عندي خطة اللي هي الشهر اللي هي تسعة وعشرين دولار او اللي هما تلاتين دولار او ان انا ممكن اشتري اللي هو الخطة السنوية وطبعا دي انا شايف ان هي افضل بيبقى اوفر كتير للموضوع طبعا كل الموائزات دي هتحصل عليها لما تشتري التطبيق وتفعله واهم من ده كله ان هو دلوقتي بيقول لك ان انت مش تحتاج تعمل روت على الموبايل يعني الموضوع هيبقى سالس جدا جدا وبدور روت بعد ما تشتري خطة الاسعار بينقلنا لي او يعني بعد ما تعمل له وبتأكد على الدفع بتاعتك طبعا بصيره الدفع موجودة كتير هنا زي من شايفين ممكن اشتري من خلال او حتى من اي نوع من انواع الكريديت فبعد ما تعمل كل الخطوات بتاعت الشراء بتروح بقى بينقلك على الخطوة التانية بمجرد ان انا اشتريت التطبيق والحساب بتاعت فاعل اول ما بعمل تسجيل دخوله على الموقع فبيدخلني على الصفحة دي وطبعا بيجيب لي هنا المعلومات بتاعتي طبعا الخط اللي انا اشتغلت عليها ومعادل الانتهاء والموبايلات اللي انا فعلتها او مشغل عليها اه التطبيق ولكن انا يعني معنا كده ان انا لسه ما عملش اي خطوات على اي موبايل فخلينا شايف مع بعض الوقت خطوات التثبيت وعلى الموبايل طبعا زي ما قلنا الصفحة دي مش محتاج ان انت تفتحها من خلال الكمبيوتر او اللاب توب فقط ممكن تفتح عادي من خلال الموبايل بتاع حضرتك يعني ممكن تفتح الصفحة والتابع من خلال الموبايل مش لازم كمبيوتر او لاب توب فخلينا بقى نروح نفعل التطبيق على الموبايل بتاع اولادنا فبنروح على هنا بندغط عليها في هنا بيقول لدلوقتي ان انت عندك اول خطوة تعملها لازم تحمل التطبيق على الموبايل بتاع ابنك اللي هو الموبايل بتاع ابنك لده بلازم تبقى عليه التطبيق فحمل التطبيق ده ليه ازاي? طبعا تطبيق مش موجود على متجر جوجل. فبتروح تحمل التطبيق من اللينك ده. اللينك ده بتاخده بقى قابي مسلا وتعمله آآ ارسال على الواتساب مسلا. او تفتح اللينك ده من خلال موبايل بتاع حضرتك. وتحمل التطبيق كله على الموبايل وتبعته على موبايل ابنك مسلا. يعني فيه اكتر من طريقة ولكن الاسهل انا شاف ان هي نبعته من خلال الواتساب. فهبعت اللينك ده عند الموبايل بتاع ابني. طب دلوقتي انا فتحت العنوان ده على الموبايل بتاع ابني زي ما انتشافين هو. نفس العنوان نالتو على الموبايل. فدلوقتي بيقول لي انت عشان تحمل محتاج ان انت تسحب الشريط ده كده. او لو انت اندرويد تلاتاشر اضغط على اللينك اللي تحت. فانا هسحب الشريط ده كده بمياني مش اندرويد تلاتاشر. هسحب الشريط ده كده. دلوقتي بيقول لي ان التطبيق ده ده ده. فانا بقوله تنزيل على اي حال اي تطبيق بتحمله من خارج مدجر جوجل فبيقول لك ان هو يا دار طبعا الرسالة دي ما تقلعش منها حتى لو بتحمل مدجر جوجل نفسه فهيجيلك الرسالة دي طبعا مش بتحملها من مدجر جوجل. بعد ان التطبيق بتحمل معنا تعالوا بقا نفتح التطبيق مع بعض كده. فنروح على مدير الملفات مثلا وبعد كده بنروح على هنا تلاقي التطبيق بتاعك اللي منت حملتوا الـ اليافية تطبيقات كلها. فبروح افتح التطبيق بالشكل ده. وقول الحاجات دي كلها عشان خاطر بس احماية جوجل. فاقول له التثبيت على اي حال. زي ما انتم شايفين اكتاز اختبار الامن هو بس كل الموضوع ان هو جوجل بيمنع الحاجات ديت. فبقول له هنا كده فتح. طبعا في شوية ازنات كده لازم نوافق عليها. فوروح هنا اقول له على اي اجري او اجري ايه. بيقول لك سجلي بقى بنفس الاكونت اللي كان هنا اللي احنا سجلناه هنا. فبكتب له هنا نفس الاكونت بتاع اللي انا سجلته في الموقع ده عشان يبتدي ان هو يفعلي او يديني الخطوة رقم اتنين. فبروح اكتب اللي اكونت بتاعي اللي انا كتبته في الموقع. والباسور اقول له كده بعد ما خلص بقول له هنا كده صينين. دلوقتي بقول لي اكتب اسم الطفل اللي انت اه او اسم الطفل ده صاحب صاحب الموبايل. فبقى اكتب له اسم الطفل هنا. وهنا اكتب له العمر بتاعه. الخنة اللي تحت دي. وقول له ان الوقت نكست. وبعد هنا اضغط على هنا بيطلب مني بعض الازنات اللي لازم تتفتح علشان قادر ان انا استخدم التطبيق فبروح على اضغط على ييس هنا. بقول لي ازهار فوق التطبيقات الاخرى فبروح ادور هنا على التطبيق بتاعنا. واللي هو هتلاقيه اسمه اه او بضغط عليها بالشكل ده. هو ده التطبيق هو ده اسمه. فبروح اقول له استماح فوق التطبيقات الاخرى او ازهار فوق التطبيقات الاخرى. طبعا بالجن هنا الحماية بتاع الجوجل. ولازم دلوقتي ان انا اوقف الحماية بتاع الجوجل عشان هو بيسمحش بالتطبيقات ديت. او بيسمحش بالنوع بالتطبيقات ديت. فبراح اقول له عشان افعل اوالغ الحماية. واضغط على اعدات هنا. واتأكد ان دي معمول لها ايقاف بالشكل ده. وطبعا نرجع وارا كده. قول له هنا كده. وروح هنا دلوقتي على التطبيقات التي تم تنزيلها. واختار برضو. وروح اشغالها بالشكل ده كده. اقول له كده هنا موافق. برضو هنا دور على التطبيق او برضو هنا بروح ادور على وتطبيق سف 2024 وبامل له السماح. دلوقتي بعلم هنا اقول له موافق. برضو نفس الخطوة دي كده. وراح اقونه كده اقول له فالنهاية اقول له었는데 دي كده. زينتة التطبيقات دي ل prof. لانا عشان نوصل قل حاجة. اقول له على وجه بالموقع الجرافي. اقول له برضو هنا استماحت وللوقت. اوضر كده بالشكل ده لازم الحاجات دي كلها تشتغل علشان قادر ان انا استخدم التطبيق. دي اخر خاصة معنا كده خلاص اضغط عليها بالشكل ده. واضغط هنا ضغط طويلة. واقول له هنا كده افل التطبيق عشان التطبيق ما تقفلش بالشكل ده. التطبيق مش هتقفل لو اتحزف كل حاجة من التطبيقات اللي شغالة في الخلفية. طب كده خلاص احنا كده اعتبر كده خلصنا هنا. واقول له هنا كده خلاص كده يعني اعتبر احنا كده خلصنا كل ازانية الخاصة التطبيق. فبقول له كده التطبيق اشتغل معنا على موبايل وكده انتهى الدور موبايل حتى الان. خلنا ما نروح على الخطوة التانية هنا عندنا. واضغط له هنا كده على بما انه خلاص احنا كده عملنا كل حاجة. مش هتيني الصفحة التانية دي. خلاص دلوقتي التطبيق شغال معنا دلوقتي حاليا. ويجاب لكلها كل المعلومات بتاعته. تعالوا بقى نشوفوا التطبيق في داش برضو بتاعتنا. هنا في في القايمة دي في كل المعلومات اللي احنا عايزينها. اول حاجة دي اللي هي معلومات الاتصال. سواني زي من شايفين كده. جاب لي كل معلومات الاتصال اللي على الموبايل. اه كل المكالمات اللي عملها الموبايل. كمان تقدر تجيب المسجز او الرسائل موجودة على الموبايل. كل الرسائل اللي موجودة على الموبايل. نيبه واحدة من اهم الحاجات عندنا واريخ التصفح. اي حاجة اي موقع دخل عليه هتلاقي ان هو موجود هنا. تعالوا مسلا نعمل كده او نخش على اي موقع عندنا هنا كده. تعالوا مسلا نروح على جوجل مسلا ونكتب هنا خبرات اولاين. طبعا بتاع بقى نعمل مزامنا مرة تانية كده. هنشوف هيجيبها يا لأ ازا ما انتم شايفين معايا. اول حاجة داخل على جوجل وبعد كده بحس خبرات اولاين. وبعد كده جاب خبرات اولاين. معنى كده ان هو عارف اي حاجة دخلت عليها من خلال المتصفح جابها لي بالشكل ده. ودي ميزة مهمة جدا جدا. بنعرف هو بيقدر يخش على ايه. طبعا ده مش هيكون على فقط ده يبقى على كل حاجة موجودة على الموبايل. طبعا من الحاجات المهمة. ولكن عندنا بقى في بعض الحاجات المهمة جدا جدا هنا. حاجة زي بيجيب لك الصور طبعا الفيديو بيجيب لك الحاجات او الفيديو الموجودة على عندينا بقى واحدة من اهم الحاجات اللي موجودة واللي هو طبعا دي ازا مهمة جدا جدا واللي من خلالها ان احنا بنغرب دلوقتي المولاي الموجود فيه طبعا لو رحنا على بالضبط هنا بت紅�� بتيجئة دلوقتي ان او يعمل بحس على اللي فيه الممولايز جاب لي فعلا بتاعي بالضبط اهو وجاب لي العنوان بالزبط طبعا قدر اعمل زوم على الخريطة عشان يجيب لي المكان بالضبط وكده كده بيكتب لي العنوان برضو تحت. طبعا دي ميزة المميزات المهمة جدا جدا. عندنا كمان حاجة يعني فيه مميزات كتيرة هنا ولكن خليني مثلا في حاجة زي آآ ريموت كنترول. طبعا في ريموت كنترول هنا انت دهر تعمل آآ يعني سكرين شوت للموبايل وتشوف الموبايل دلوقتي بيستخدم ايه? يعني لو روحنا فتحنا الموبايل بتاعنا بالشكل ده. وعملنا آآ سكرين شوت نضغط عليه بالشكل ده. ودلوقتي روحنا على طبعا دي الخطوات. طب بيقول لك لازم الجهاز بيبقى شغال في الوقت الفعلي او الشاشة مش من ماتصية فنروح على ودلوقتي المفروض نعمل للموبايل. زي من شايفين دلوقتي عمل للموبايل وجاب لي الصورة بتاعت الموبايل. اعرف دلوقتي هو الموبايل الشغال على ايه? طبعا فيه مميزات كتيرة موجودة داخل التطبيق. وبصراحة تطبيق ممتاز جدا جدا. يعني اعتقد ان هو تطبيق من التطبيقات المهمة اللازم نستخدمها. خاصة موضوع وكمان فيه تطبيقات كتيرة جدا جدا بتستهدف دلوقتي الموبايلة بتاعت الاطفال. فلازم يكون عندنا رقيب زي كده نقدر ان احنا يعني نعرف منه اولادنا بيعملوا ايه. طبعا هو يعني فيه ناس تشوف الموضوع الانتهاك الخصوصية. ولكن يعني فيه انتهاكات بتبقى مشروعة شوية. وفي النهاية طبعا اتمنى تكونوا سفاتل موضوع حلقتنا النهاردة اللي اتجمنا فيها عن تطبيق مهم جدا جدا. واتمنى تكونوا سفاتل من موضوع التطبيق ومن موضوع حلقتنا. وان شاء الله رابط التطبيق هتلاقي موجود اسفل الفيديو. واشكركم جدا جدا لمتابعة حلقتنا النهاردة. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.